تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد في البرقية أن البحرين استطاعت أن تحقق قفزات نوعية في مختلف القطاعات نسيما قطاع الشباب والرياضة والذي شهد إحراز العديد من الإنجازات المشرفة والتي عززت من المكان المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين على الصعيدين القاري والدولي وتابع سموه أن ذكرى الميثاق الوطني صورة عالقة في أذهان كل بحريني وبحرينية فهي صفحة مشرقة عكست اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب